دورة حياة البعوضة تضع البعوضة الأم بيضاتها واحدة تلو الأخرى على سطح الماء هذه البيضات تشبه الأساور المتلاسقة مع بعض وتطفو فوق الماء تمتلك لرقات الرئة وتعيش على أكل الكائنات الحية الدقيقة وتسلخ الجرق جلدها أربع مرات وفي الدورة الأخيرة تتحول يرق إلى حشرة في الطور الانتقالي في العادة تتحرك البعوضة في الطور الانتقالي باستخدام ذيلها للبحث عن الأماكن الآمنة وتبقى في الطور الانتقالي لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام تستقر البعوضة البالغة على سطح الماء إن كانت البعوضة ذكر فيتغدى على رحيق النباتات في حين تتغذى الأنثى على دم الإنسان لإنتاج بوائضات جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر